أعلن تنظيم ولاية سيناء المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن مقتل خمسة من رجال الأمن المصريين في هجمات على نقاط تفتيش وكان متحدث باسم الجيش المصري قد أكد مقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة أربعة آخرين إثر سقوط قذيفة قرب إحدى النقاط الأمنية في منطقة الشيخ زويد وقال المتحدث إن عمليات القوات المسلحة مستمرة في شمال سيناء بدعم من غطاء جوي حيث استهدفت موقعا بجبل العليقة وأدت لمقتل عشرين مسلحا وأشار إلى أن العمليات استهدفت مقارة لتجمع من سماهم بالعناصر الإرهابية في منطقة المهدية والتومة والزوارعة وأدت لتدمير سيارتين ومقتل من كانوا بداخلها